أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بالطفرة العمرانية الكبرى التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة بفضل رؤية الثاقبة والمستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ذلك بمناسبة زيارة العسومي مع وفد برلماني رفيع المستوى من البرلمان العربي إلى العاصمة الإدارية الجديدة حيث تفقد الوفد مقر مجلس النواب والمسجد الكبير والحية الحكومي والحية الدولوماسي إلى جانب المرافق الاستثمارية والاقتصادية اشتركوا في القناة